المعرض الدولي للإعلام الرقمي وإتصالات الأقمار الصناعية كابسات 2016 هو الحدث الرائد والأهم من نوعه في منطقة الشرق الأوسط لعرض أحدث التطورات في مجال صناعة الإعلام الإلكتروني والاتصالات والتي تشمل تقنيات الأقمار الصناعية واتصالات البث والتطبيقات المتعلقة بالاستحواذ والإنتاج وأنظمة الإدارة والصوتيات المتخصصة والراديو والوسائط الخارجية وتقنيات الهواتف النقالة ويعد المعرض الفعالية الوحيدة في منطقة الشرق الأوسط المدعومة من قبل رابطات الصناعات الدولية تشمل فعاليات الرئيسية في معرض كابسات 2016 مؤتمر المحتوى وهو برنامج ينعقد على مدار يومين ويقدم فيه الخبراء الاستراتيجيون العالميون والإقليميون والمبدعون والتقديميون واجهات نظرهم المتعمقة والاتجاهات الجديدة وفرص النمو المستقبلية للوسائط الإلكترونية ومجتمعات الأفلام والصوتيات الترفيهية التي تغطي المحتوى التلفزيوني ومحتوى الأفلام الرئيسية من منطقة هوليوود وبوليوود والوطن العربي الآن مع صديق المغرج خالف صالح هنا في كابسات 2016 ومعاكم محمد فلولة أعزائي الآن في معرض كابسات 2016 ومثل ما ترون ستيدي كام يحافظ على ثبات الكاميرا مثل ما ترون الآن سنقوم بمقابلة يا مرحب وأهلا بك لو تكلمنا عن مواصفات الستيدي كام طبعا هذا الآخر جهاز نزل اسمه الجي سيبين تي اكس بس يعني الجهاز السيفتي فيه قوي جدا مش تقيل يتحمل وزن عالي بالنسبة للكاميرات يعني احنا ممكن نشغل على الكاميرات الأليكسة فيه والتوازن زي ما تشاهد أنا مأسا يمكن تخط صورة عليها مثل ما ترون هو الآن ترك الكاميرا والكاميرا ثابتة بدون أن يحملها فقط الجهاز يقوم بحمل الكاميرا وأيضا يقوم الجهاز بثبات الكاميرا خلال الحركة ممكن تتحرك ويوفر المعرض كذلك سوقا للمحتوى يركز على شراء وبيع وتبادل المحتوى الترفيهي ومن المناطق الشيقة بالمعرض منطقة الروبوتات الطائرة والطائرات بدون طيار وهي منطقة داخلية لعرض الطائرات بدون طيار وكاميرات الإثارة الطائرة كما تقدم فيه العروض الحية اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة